مع غفر السواحل الأبرصي ما عنده مشكلة كان أبدا أنه المهم ما يخلونا نفوت مستعدين يقتلونا بيقولون أنه أنتوا مستعدين نموتكن ونغرقكن ومستحيل تفوتوا صاروا يرهبونا بالمي يرهبونا بالرصاص جوعونا عطش ومشينا ضلينا ماشيين للسبعة سبعة ونصف الصبح وصلنا على الحدود البحرية اللبنانية إجا الغفر اللبناني وبلشوا أنه يبرموا وما يخلونا نروح وما تروحوا وبتكن تروحوا تموتوا وما رح يخلوكم تفوتوا على أبرص ومن هذا الحكي ونحن صرنا خلونا نروح وخلونا بنا نطلع بنا نهاجر بنا كذا المهم آخر شي تركونا كونوا ومشينا وضلينا ماشيين من السبعة للساعة 11 الظهر بالبحر صرنا تقريبا هيك بيقولوننا أنه صرنا بالحدود البحرية الدولية نحن وصلنا لهونيك بتقول المصباح التاني نضلينا شي أربع خمسة أيام على الحدود الأبرصية وهن قدامنا يعني ترهيب صاروا يقوصوا بالهوى كل ما بيشوفونا قربنا بيجوا بيعملوا موجات قدامنا المي الغارب كبير بتقولي يا زنبي بيغرف هيك المي من قدامنا ونحن بنهوي بقلب مثل وادي بتصير عن جد الشي اللي شفناه ما شفناه أبداً صرنا نحكيه أنه نحن جايين طالبين اللجوع طاف شينا من الحرب من هذا الحكي ممنوع وقت تفونا أنه معندين بلشوا يرحبونا يبرموا بالغارب يعملوا موجات قدامنا بدي يقلبونا يعني نحن خلص أنه خلص بنا نموت آخر شي اجوا طحشوا علينا بالغارب وقت طحشوا علينا نحن مسكنا بالغارب تابعهم اجوا صاروا يضربونا يعني ها صاروا يعافسوا على ايدينا نحن هيك مسكين بالغارب صاروا يضربونا على ايدينا ويعافسوا على ايدينا ضربوا النسوان ضربوا واحد من الشباب ضربوه صاروا يضربوه كل اياتهم يعني الضباط اللي موجودين بقلب الغارب القبرصي وفي مرة كمان بتحكي قبرصي وفي واحد بنيتهم مصري هيدا المترجم اللي كان يحكي معنا صاروا يضربونا المهم رجعوا تركونا وراحوا فلوا قال انطرونه هون راحوا فلوا نحن كفيني اننا بننكفي على غبرص لحقناهن يعني بعد جدال طويل عريض رجعنا لحقناهن رحنا لهونيك لقينا قدامنا خمس غوارب غيرنا نحن كمان كلهم سوريين اجوا لعنا قدامكم حل من اتنين ياب تموتوا هون بقلب البحر ياب نعطيكم هلأ مي وبترجعوا على لبنان ننالوا ان القارب هذا ما بيوصلنا على لبنان ما ضل معنا مازوت المازوت اللي يعطينا ياه ما بيكفي إلا نوصل لغبروس المتير حمي يعني معجزة نحن رجعتنا بالقارب الهون على لبنان معجزة معجزة عن جد نحن القارب الوحيد اللي اكتر شي صاروا يعملوننا بوحشية عن جد بوحشية لا عطونا مي لا عطونا اكل ظلينا يعني بدك تقول يومين بلا مي بلا اكل بلا شرب بلا شي في ناس اغمى عليها من الشمس من العطش من الجوع في ناس اغمى عليها يعني سننا نجيب ميز للبحر ونكبع العالم بس لتصحى العالم تظله صاحي لان الواحد بس اغمى عليها خلص راح فرط مات يعني نسوان اكترت النسوان ولاد صغار فيه والله طفلي عمرا يمكن ما فيه شهرين ثلاثة اغمى عليها صرنا نكب عليها مي بس مشان تصحى وهن شايفيننا يعني شايفيننا وما بيقرب علينا بعد جدال طويل عريض يا بتاخدوا مي وبترجعوا على لبنان يا اما ما مستحيل ممنوع ممنوع نخليكم تفوتوا لهوان على غبروس ابدا المهم كبولنا مي وانا خلص بنا نشغل ونمشي شغلنا ومشينا نحنا ماشيين وهن واقفين بس عم يتطلعوا علينا يعني ما مشيوا معنا ضلينا ماشيين بلاك تقول شي ساعتين هيك بينا علينا الجبل اللبناني من بعيد وضلينا ساعفين على نقطة يعني صارت تبين علينا لبنان اجل الغفار اللبناني شافونا شافونا على الرادار ما بعرف كيف اجلوا لعدنا وقفوا معنا الجماعة من وين جايين كيف اننا لهم هيك هيك القصة قال تمام شالوا النسوان والولاد حطوهم معهم امنوا عليهم ونحن الشباب والرجال ضلينا بالغارب وقال لحقونا قلنانا ان الموتور حامي وكذا قال نمشووا لحد ما بيعطل نحن نسحبكم فعلا نمشينا ما في شي مسافة بيك تقول واحد كيلو دخن الموتور حمي يعني نحن اجينا عن جد معجزة دخن الموتور صلنا نعيطلهم كذا رجعوا لعننا ربطونا بحبل بالغارب وسحبونا ضلوا ساحبيننا لحد ما وصلنا هون على المرفق نزلنا لقينا الصليب لقينا صليب الأحمر الأمم المتحدة الجيش اللبناني المخابرات فتنا عبنا جابونا الماي الأكل الشرب اللباس هذول الأطفال اللي راحوا معنا بتلاقيوهم فحموا لما رجعنا لهون على اللبنان لبسوهم شربوهم يعني رجعتنا الحياة عن جد لحد ديت هيك مصاد الساعة شي 12 وحدة بالليل اللي فرزوه فرزوه أنه رجع اللي عليه شي مسلا جرم هذا شغلة الدولة نحنا ما خصنا فيه بس نحنا اللي ما علينا شي نحنا طلعنا مهاجرين من هون أحلى معامل عاملونا واجهة الأمم كمان تأخذت أسمانه وكل شي على 24 والساعة بدك تقول شي واحدة بالليل قالونا يلا عبي وتكون ركبونا بسيارة الصليب وكل واحد فالعلى بيته ترجمة نانسي قنقر